هرجع مع حضركم ليه منظمة الصحة العالمية كمان نزلت بالحقيقة بيان بتصنف فيه الأطعامة حسب تركباتها الغذائية قالوا إنه فيه أكلات غنية بالعناصر الغذائية وفي نفس الوقت فيها سعرات حرارية منخفضة وده حلو جدا للناس اللي هي دايما بتبقيه مهتمة إن أنا أكل أكل مغزي بس مايتخنش أو يكون مخفض في السعرات الحرارية قالوا إنه الأطعامة زي اللي فيها فيتامينات معادن كربوهايدرات بروتين وهي أيضا خالية من الدهون يعني فيهاش أي حاجة الفواكه الخضار الحبوب الكاملة منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم وكمان المأكلات البحرية اللحوم الخالية من الدهون البيض البسلة الفاصولية المكسرات قالوا إنه أي وجبة لنا على مدار اليوم لازم تتوفر فيها هذه المجموعات الغذائية الخامسة وإن إحنا يكون عندنا كربوهايدرات وبروتين ودهون وفيتامينات ومعادن من الأكلات كمان لازم تكون ضمن نظامنا الغذائي على قدر الإمكان السلمون والسردين وده ممكن نلاقيه طبعا كمان في التونة واللي هي بتحمي الجسم من الأمراض الخطيرة جدا زي أمراض القلب وأمراض الزهايمر كمان من الحاجات المهمة والغنية جدا وفيها فيتامين سي وفيها حاجات كتير مهمة التوم كالسيم وبوتاسيوم ونحاس وغيرها الأرنبيت وبالمناسبة موجود كتير قوي دلوقتي في الشتاء يعني اللي عايز ما بيحبش الأرنبيت ممكن ياخد البروكلي اللي شايف البروكلي غالي ممكن يرجع للأرنبيت ودول الاثنين يعني فيهم كمية رهيبة جدا من حمد الفوليك وC وE كمان وفيتامينات الألياف وK انتوا عارفين إنه من سيدات الحامل من الحاجات المهمة جدا بنسبة لهم حمد الفوليك ده من الأحماض المهمة جدا جدا كمان لأي سيدة حامل مهم كمان إنه بيقلل من خطر الإصابة بالسرطان بالبكتيريا بالفيروسات الخضار الورق اللي فيه فيتامينات هيلة جدا A وC وK وماغنيسيوم وكالسيوم اللوبيا البقليات اللي فيها نسبة عالية من البروتين الألياف كميات كمان من الحديد والماغنيسيوم والفسفور والكالسيوم والزينك وده هتلاقوه مثلا في السبانخ اللوز والجوز والفول السوداني اللي هيقولك اللوز والجوز غاليين لا روحوا مثلا للفول السوداني